سيد مهدي تحدث الآن عن تأثر الدول الأوروبية ولكن تتأثر بعض الدول الأوروبية نتيجة الحرب أكيد مفهوم فيما يخص ملف الطاقة بالتحديد ولكن إلى أي مدى تطال هذه الأزمة بلدان أخرى لك وللمشاهدين الكرام وبالتأكيد الحرب الدائرة ما بين روسيا وأوكرانيا هي تؤثر ليس فقط على أوروبا وإنما على كافة أنحاء العالم نحن الآن نعيش في قرية صغيرة في زمن العولمة وطبعا ما يجري هنا يتأثر به الناس في الصين وما يجري في الصين يتأثر الناس فيه في أمريكا الجنوبية وأفريقيا وكافة دول آسيا وبالتالي الأزمة الاقتصادية وما يشهده العالم من ارتفاع للأسعار ومن غلاء للمعيشة هي طبعا تكتسح كافة بقاع العالم وهذه الحرب لا فائدة لها ولا هدفا لها وبالتالي من الأفضل أن تتدخل دول العالم للمساعدة في وقف هذه الحرب الذي نحن لا ناقة لنا ولا جمل فيها وطبعا بسبب عدم تصدير القمح من أوكرانيا وتوقف الاتفاقية المخصصة بذلك وبسبب عدم تزويد روسيا لأوروبا بالغاز وبالبترول ووسائل الطاقة طبعا السوق يتأثر بالعرض والطلب ونحن نعاني من مشاكل كثيرة من ارتفاع الأسعار والآن في بريطانيا مثلا البنوك بسبب التضخم رفعت نسبة الفائدة وطبعا ارتفعت تكلفة الاقتراض من البنوك وارتفعت بذلك دفعات قروض البنوك ومشتريات العقارات والاستثمار أصبح صعبا وتواجه الآن بريطانيا أزمة حقيقية من تراجع في النمو الاقتصادي وازدياد المديونية وصعوبة الحياة بالنسبة للمواطن العادي لأن الرواتب لم ترتفع اشتركوا في القناة